تعالوا بنا إلى قصة جديدة من قصص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم القصة رقم 62 ما دار بين سيدنا رسول الله والسيدة صفية ومع رجلين من الأنصار تعالوا بنا نقرأ هذا الحديث النبوي الشريف روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ما قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بيبين لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يبتعد عن الظن السيء وإن الإنسان لا يمشي خلف وسط الشيطان وإن الإنسان يبين ما أغمض على الناس وما خفي عن فهم الناس يبينه لهم القصة إن ستنا السيدة صفية جاءت لسيدنا رسول الله في المسجد في العشر الأواخر من رمضان عشر الغوابر من رمضان يعني الأواخر جاءت تزور النبي وهو معتكف كان سيدنا النبي بيعتكف العشر الأواخر من رمضان كل سنة إلا في العام الذي انتقل إلى جوال ربه فيه اعتكف العشر الأواسطة والأواخر يعني كل سنة كان بيعتكف عشرة أيام الأواخر آخر سنة اعتكف من يوم حداشر ليوم تلاتين عشرين يوم اعتكفها صلى الله عليه وسلم في المسجد فستين حفصة بن تحيي بن أخطب جاءت تزور النبي فتحدثت عنده ساعة من العشاء يعني بعد العشاء جلست تتكلم مع سيدنا رسول الله كانت بالليل ثم قامت تنقلب يعني تنقلب يعني قامت من عند سيدنا رسول الله ترجع إلى منزلها بعد ما جلست ساعة مع سيدنا النبي قامت لتعود إلى منزلها وإلى بيتها وكانت حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من بعضها قريبة من بعضها في المسجد النبوي الشريف يعني لما نروح نزور سيدنا النبي حاليا وتقف أمام المواجهة الشريفة هيا دي حجرات النبي حجرات زوجات سيدنا النبي حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة من زوجات سيدنا النبي لها حجرة إلا أن الحجرة الذي دفن فيها سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر هي حجرة أم المؤمنين عائشة سيدنا النبي دفن في غرفة السيدة عائشة ومن بعده دفن سيدنا الصديق ومن بعدهما دفن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضال فسيدنا النبي قام معها يقلبها يعني يقلبها يعني يوصلها لمنزلها يوصلها إلى باب المسجد حتى إذا بلغت باب المسجد سيدنا النبي مشى معاها حتى باب المسجد الذي عند مسكن أم سلامته زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار الرجلين هم مين أسيد بن حضير وعباد بن بشر مروا الاثنين كده على سيدنا النبي وهو وقف يتكلم مع السيدة الصفية وهي خارجة من المسجد فسلم على رسول الله ثم نفذ سلموا على سيدنا النبي وبعدين إيه عايزين يمشوا يعني يتحرك فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما يعني تمهلا انتظرا عايز أقول لكم على حاجة إنما هي صفية بنت حيي اللي معايا صفية بنت حيي ربما الشيطان يواسوس لكم شيء دي زوجاتي صفية قال سبحان الله يا رسول الله يعني احنا سيدنا النبي لا نستطيع ولا نجرؤ أن يعني نظن بك ظنا سيئا وكبر عليهما ما قال سيدنا النبي قال له بقى إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم الشيطان بيوسوس لابن آدم ويجري منه مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما لأن الشيطان لو قذف في قلوبكما ظنا سيئا ممكن تهلك أن أنت تظنوا بالنبي ظن سوء صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم من هذا سيدنا النبي بعلمنا في هذه القصة إن الإنسان يقطع ما يؤدي إلى الظن السيء ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن بعض الظن إث إنسان لا يظن السوء بأحد إن بعض الظن إث فسيدنا النبي قطع مجرد الشك وقطع مجرد أن يعني يوسوس لهم الشيطان بالظن السيء فيهلك من ظنهما بنتعلم من القصة إن الإنسان يجوز أن يزار وهو في اعتكافه بدليل إن ستنا السيدة صفية ذهبت لزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو معتكف نسأل الله أن يعلمنا وإياكم العلم النافع وأن يفهمنا وإياكم في دينه اللهم أمين